وانضم إلينا من مخيم برداروش جنوب محافظة تدهوك صهيب الفهداوي مراسل الغد صهيب هل تفتح لنا عينا على معاناة اللاجئين والنازحين لديك وعلى أحوالهم نعم في الحقيقة معاناة النازحين واللاجئين في العراق معاناة كبيرة تمتد منذ سنوات وتتفاقم مع تطورات الأحداث في العراق وفي سوريا مؤخرا كان هناك على خلفية الهجوم التركي على الشمال السوري موجة نزوح إلى مخيمات قليم كردستان وفي هذا المخيم الذي أتحدث منه الآن في مخيم برداروش توجد أكثر من 1136 عائلة سورية فرت من الشمال السوري جراء العدوان التركي الأخير على المناطق في الشمال السوري هذه العائلات اليوم تحظى بدعم ومساعدة الإمارات في هذا المخيم ومساعدات الإمارات كانت مستمرة على مدار الأزمة منذ بداية أزمة النزوح في العراق عام 2014 وحتى يومنا هذا مشاريع الإمارات ومخيماتها ومرافقها الصحية في جميع مخيمات إقليم كردستان موجودة ومنتشرة بل إن الإمارات أنشأت مخيمات بأكملها مثل مخيم ديبقة وهي اليوم تستغل مناسبة عيد الأضحى بإطلاق مشروع الأضاحي لتقديم المساعدات للنازحين العراقيين وكذلك للاجئين السوريين اليوم تستمر الحملة لليوم الثاني على التوالي بتقديم المساعدة ستركز اليوم بشكل أساسي على اللاجئين السوريين 1136 عائلة سورية نازحة من الشمال السوري جراء العدوان التركي تتواجد في هذا المخيم ستحصل اليوم على مساعدات الإمارات المتمثلة باللحوم الأضاحي وهذه الحملة تغطي 3000 أسرة لاجئة ونازحة في الشمال العراقي وهو مشروع دابت عليه الإمارات منذ بداية أزمة النزوح وفتتاح هذه المخيمات وحتى يومنا هذا أصبح تقليد شبه سنوي تقوم خلاله باختيار مخيمات أو أبرز المخيمات التي هي بحاجة إلى المساعدة لتمد يد العون إليهم تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها الإمارات للاجئين والنازحين العراقيين تأتي في وقت أن مناطق شمال العراق وتحديدا المناطق الحدودية تشهد عدوان تركي خاصة يوم أمس كان هناك قصف لمناطق في محافظة دهوك وتحديدا في منطقة زاخو الحدودية القريبة من منطقة العمليات التي تشهدها هذه المناطق منذ أكثر من 40 يوم وبالتالي هذه العمليات تتسبب بتفاقم الحالات الإنسانية وموجات نزوح جديدة من هذه المناطق وبالتالي زيادة المصاعب وزيادة تفاقم الأزمة خاصة في ظل جائحة كورونا وأضائق الاقتصادية التي يمر بها العراق إذن من دهوك صحيب الفهداوي مراسل الغد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة